موسيقى في ساعة ما طلب محمد علي الصناعة المهرة من الأستانة ينزلوا للقاهرة هنا كان جدنا الكبير نزل وهو يعتبر أول واحد يشتغل في المهنة دي هنا الجدي الحج عبد الحميد هو اللي كان نزل أول واحد بعد كده جدي عثمان مسك مصلحة الكسوة ويطاقب على عمل الكسوة ثلاث سنين سنة 24 وسنة 25 وسنة 26 ثلاث سنين كان هو اللي بيصنعها وحتى كان نزل الكسوة كان فيها عشرة بيشتغلوا يعني أنا فضلت أتفرج مثلاً مع والدي أقف كده فضلت واقف كده حوالي ست سنين يعني فضلت مثلاً لحد ما سني بقى 12 سنة واقف أتفرج أعرف هو بيعمل إيه بيسوي إيه بيطلع الإبرة إزاي ينزلها النول بيتشد إزاي طريقة لازق القماش على النول بتتعامل إزاي كل ده برضو للفرجة أتفرج أبتدي بقى أمارز بعد ما كنا أنا بقى يعني يعني شفتها من جميع الجوانبها أنا لأي ابني اسمه شوقي بحاول أودي له بلوقتي أعرف مثلاً أخرم إزاي طبعاً بتاليت بقى بعته مشاويري يجيب الورقة من عند الخطات يودي ورقة يودي آية يجيب آية زي ما لأت بتاليت يا وانا صغير يعني يعني أنا عايز أقول له حضرتك مثلاً الطرحة بتاعة الأميرة دياناس بنسا عملناها هنا الكلام ده موسق في الجرانين اللي متعلقها عندي جوه الطرحة دي الوحديها كانت 22 متر اشتغلنا فيها مثلاً حوالي زي 3-4 تشهر أو 5 تشهر بعدين الحمضة رب العالمين عملنا حاجة كتير جداً من أيام جمال عبد الناصر عملنا للسادات الكتفات بتاعته والاسبلايطات عملنا في عصر الرئيس الراحل حسن مبارك عملنا آيات كتير متعلقة في كذا حتة ممكن أنا في حاجات كتير طالعة في تلفزيون متصورة اللفظ الجلال هو ده اللي أنا عامله وعمله كذا مرة مش مرة واحدة والله الحمد لله رب العالمين أكتر شغلي بيتطلب مني هو الحاجات الموجودة على جدار الكعبة المشرف يعني ممكن مثلاً باب الكعبة حاليا لحد وقتنا هذا بيتطلب مني يعني في ناس آآ موجودين هناك في المملكة ومعروفين آآ بيتطلبي مني باب الكعبة آآ بالمقاس الطبيعي ساعات ستة في ثلاثة وساعات بنعمل نمزج مصغر نص ومسلاً تلاتة متر في متر ونص عشان قطر مساحات الفلال عندهم ما تبقاش كبيرة أوي وبنعمل بقى الأنزيل اللي هي عندي لي حياة قيوم يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين اللي هي الحاجات الصمدية الحاجات المحيطة بالكعبة الأحزمة والأشريطة اللي هي لفة فوق حوالين الكعبة حزام قولي يا عبادي اللي لازلين أصرفوا على أنفسهم لتقلطوا من رحمة الله حزام نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم حزام وبشر ممنين بأن الله من الله فضلاً قبيرة حزامه إذا سألك عبادي عني في إن قريب أجوب دعوة الدائزة دعاني يعني حاجات كتير من هذا القبيل كل مهنة بيجي عليها وقت إن هي يعني تتعب شوية الحرف التقليدية دي بس يعني إحنا الحمد لله رب العالمين يريتنا قدر نحافظ عليها إذا كان هما بيقولوا حرف تقليدية طب ورينوا أنت هتقدروا تعملي ودي الوقت